حول فندق شرطان غير ده ورغم كل البيانات التي قدمت والعقود والوثائق التي تثبت حق الدولة في هذا الأمر لكن حتى الآن ما اتخذتش خطوات معينة يمكن بالفعل الرجوع إليها شوف أنا توقعت أنه انتهت هتسألني في الموضوع ده فيعني رغم أنه ما بجيبش معايا مستهدات يعني لأنه كثرت المواضيع لكنه حبيت أنه أجيب لحضرتك أنا هدي لحضرتك فقرة في طبعا هو تكتب فيها تقرير كامل لكن دار محالية ما أنا أشهوش في جلسة واحدة ده أنا عملته في جلسة بالمناسبة الجلسة دي أنا أو الجلسات دي يعني جلسة أولى ثم جلسة تانية بحضور السيد المحافظ ثم جلسة تالتة لمتابعة توصية اللاجنة كنا كتبنا تقرير الجلستين الأولانيين بحضور المستثمر نفسه صحيح ومش من الدارج أن أنت كلاجنة تمكن مستثمرين يحضروا اللاجنة لا وأنت أبيغتني قبلها أن المستثمر جاي بشوف سيادتك معانا النهاردة أنا في طرف محايد نعم فييجي يقول لك أخاف ده أنا أجيب المستثمر اللي يقوله النائب كذا أو تا لا 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 ما فيش كلام ده عندنا وسيادتك عار ييجي كله يحضر كله ياخد وقته وياخد مساحته واللجنة وشأنها وفقا سلطتها التقديرية إحنا كتبنا دوباجة قبل التوصيات قلنا إيه استقرب وجدان اللجنة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعصر المشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه أيه فإن اللجنة حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال استرداد أراضيها من ناحية وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وسعيا أيضا من اللجنة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتفذيل العقبات وتيصير إجراءات للمستثمرين الذين يميرسون مهام مسؤولياتهم بجدية وشفافية فإن اللجنة تورد توصياتك لها وروح نحط هنا رودماب لها صحيح تمام؟ واتراء وراحت يعني أكيد سيادتك متابعة راحت لكل المسؤولين لكل الوزر تحضر فيها تسع وزراء وهي الموضوع ده ما يتحلش إلا بلجنة لها منصق لجنة وزرية لها منصق واختصاصات محددة وتنتهي المسألة لكن الحقيقة هذا الموضوع أنا قلت فيه كثير من التساؤلات كان يجب أنه هو يتم إنهاءه كان يجب أنه هو يتم إنهاءه في وقت من الأوقات كان فعلا فيه بعض التعثرات لدى المستثمر قولا وحدا وفي وقت من الأوقات كانت الجهة الإدارية الحقيقة خلفت بعض الإجراءات اللي هي كان ده أنا أتكلمك من التسعينات نحن دلوقات حضارك عشرين وواحد وعشرين لما يبقى موضوع واقف من سنة ألف تسعمية وتسعين فهذا المكان الحيوي بهذا الاستثمار بهذا الحجم من الأراضي 82 فدان إهدى لا شوف هقولي سيادر حاجة الموضوع ده موضوع كبير ومش مستحيل إنه يتحل وعلى الدولة والحكومة إن هي تقف وقفة مسؤولة فيها إحنا مش ضد المستثمر وفي نفس الوقت بل بالعكس ده أنا لو تتذكر حضرتك إن إحنا في اللجنة إدينا مهلة قلنا والله إيه واضح إن فيه أزمة ثقة فبنقول فيها إن يا سيدي المفترض أنت يا حكومة تخلصي خطوتين في مقابلها يجب إن المستثمر يحط على الأرض استثمار يماثل الخطوتين دول عمل الخطوة دي يبقى بعد كده حضرتك أنت تعملي اللي بعديه لكن كون إن المسألة تفضل فيها نوع من أنواع الحقيقة التجمد بهذا الوضع لا ده موضوع وبعدين إحنا بالمناسبة مصفى بيه عشان بعض الناس يجي يقولك إيه إحنا كل المستثمرين عندنا سواسية يعني المصريين زي غير المصريين طبعا باخد بارحك أنا باهتم لأن فيه بعض المستثمرين المصريين يجوا يزعالوا يقولك إيه أنتوا بتعاملوا المستثمرين الأجانب أفضل منهم بتدلعوهم بتدلعوهم لا لا الكل سواسية هذا المكان مكان حيوي جدا في مدينة الغردقة الحقيقة عيب كبير جدا على الجميع بما فيهم المستثمر بما فيهم المسؤولين بما فيهم إحنا أن نقعد من سنة 1990 هذه المساحة الكبيرة بالاستثمرات الضخمة بالعقود والارتزامات لغاية 2021 ومش عارفين نحل المستثمر قادر يقوم بالمشروع أهلا وسهلا من خلال خارطة طريق ملزمة بيها الشروط جزائية مش قادر يبقى النهاردة يعمل تسوية مع الدولة والدولة يكون لديها من الرجل أن هي إحنا مش عايزين نعمل خناقات محد إحنا عايزين عايزين ناخد حقنا وندي الناس حقه طيب سيد النائب أولا هذا التعاقد من سنة التسعين أخلي بالتعاقد مش أقل من ثلاثة أربع مرات هناك شرط موجود في التعاقد أنه لا يلجأ أي من الطرفين إلى التحكيم لا دولي ولا محلي ده في التسوية اللي اتعملت تسوية في 2013 26 مارس 2013 وفي 6 مارس 2013 لما يبقى ده موجود وحياتك تطلع يا فندم بعد طلب اللي حاطة اللي أنا قدمته تطلع تقرير غاية في الروعة وتقول فيه أنه فيه خلل في العملية التعاقدية صحيح وتطالب السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وأنا طلعت بوصف مقدم طلب اللي حاطة على الطلبات اللي قدمت من رئيس مجلس النواب السابق إلى رئيس الوزراء وإلى 9 من الوزراء والجهات المعنية ولا تتشكل اللجنة ولا حد يبحث ولا حد يقول أنه إحنا لنا 12 مليار جنيه في هذه الأرض كيف تفسر ذلك شوف هل لإن هذا الشقيق اللي هو مالك أيضا المريديان الأديم اللي فيه الفران دلوقتي فوق القانون لمجرد أنه من دولة شقيقة أو كان لي علاقة أو ما زال لي علاقة بالأصل الحاكمة في أوقات سابقة هل ده السبب؟ يعني هقول لسيادتك بمنتهى الأمانة إحنا لما منيجي نتناول الموضوع إحنا لجنة نوعية لجنة نوعية يعني ما عنديش أي نوع من أنواع في مثل هذه القضايا لأن دي مش قضايا إصلاحية ده خلق يعني قضايا الإصلاحية لنا التدابير السياسية والمقاربات السياسية أما هنا واخد بها لحدك فدي لجنة نوعية في مجلس تشريع ورقابة فالشق القانوني حاضر وشق العدالة يجب أن يكون أيضا إيه مقرونا بهذه المناقشات إحنا النهاردة لما يعني طبعا كل حضائك قلته صحيح طبعا كل سيادتك قلته صحيح وانا اتطفل معاه لكن فيه إشكالية في التقارير بتطلع من اللجان النوعية محتاجة الحكومة أنا قلتها في أول الافتتاحية لو تتذكر سيادتك لما الحكومة تقدمت برنامجها قلت إحنا محتاجين نحسن ونجدد ونحدث العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان فيما يخص للأخذ بتوصيات اللجان النوعية ليه؟ لأن وفقا للدستور والقانون التوصية توصية ملزمة ولو هي مش ملزمة وفيها إشكالية يتم التصعيد بالرد يعني فهنا آلية مصار التقارير دي مهمة جد ده رئيس مجلس نواب بيحيلها وبتحال أحيانا رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين لما النهاردة زي ما حضرتك بتقول اللجنة أول توصية كانت سرعة قيام الأستاذ دكتور رئيس مجلس درب تشكيل لجنة برئاس سيدة دكتورة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعضوية كل من عدد من الوزراء اللي احنا شايفينهم أطراف في الموضوع واختصاصات اللجنة وبعدين قلنا يبقى في آخر تقوم اللجنة كفرصة أخيرة باستدعاء المستثمر وأختاره بتلك البدائل يعني اللجنة تحط بدائل بديل واحد واثنين وثلاثة واربعة التي يجب أن تتضمن التزامات متبادلة مكرونة ببرنامج تنفيذي وأسقف زمنية ونظم سداد لا تقبل اللبس أو التأويل التسوية اللي اتعملت في 2013 الحقيقة كانت تسوية ركيكة جدا يعني مع كامل احترامي يعني أولا شالت من على الدولة ممثلة في الجهة الإدارية صاحبة الولاية كثير من يا خلينا نقول إيه هي كانت تسوية بحسن نواية وكانت فرصة جيدة لكافة الأطراف إن هي تحل الموضوع ده لكن مازال هذا الموضوع يحتاج إرادة سياسية لحله إحنا كمواطنين وكنواب بنقول أنه الحقيقة أنا الأوان أن هذه البنايات الخاوية على عرشها فأفضل أماكن موجودة فيك يا مصر أن يتم إعمارها ومش معنى أن أنا طلعت كدولة عقد تخصيص أن أنا لا أملك سلطة الفسخ لما ألاقي أن النشاط اتغير أو متوقف أو لا يلبي الغرض طيب أنا النهاردة الأونر بتاع الحاجات دهية فعلا من المستثمرين الذين قد يكونوا كذا وكذا وكذا أجيبهم ولهم زي ما بيقولوا إيه بالبلدي في كبير لهم واعد ما يصحش كده ويا إما أنت تخلص يا إما إحنا نتدخل أسخ العاد نتدخل برضو ولا ضرر هو يقول مش لا ضرر ولا ضرر أنت يا إما ناوي تخلص تقول لنا هتخلص إزاي وإمكانياتك إيه وضماناتك إيه يا إما له مش قادر ومتعثر خلاص إحنا نتدخل ونديه لك يا سيدي اللي دفعته وكمان فوقيه أي نوع من أنواع التسوية وتخلص تسوية حقا هذا المتر بخمسة جنيه وسعر المتر الآن خمسة وتلاتين ألف جنيه لكن أنا برضو يعني عندي أمل بإذن الله تعالى أن الموضوع ده يتحل وأن الإرادة تتولد بإذن الله تعالى خلال الأسبوع أو الأشر القليل القادمة لأن هذا الموضوع بوذل فيه مجهود وأنا بدعو دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بقراءة والتدبر في تقرير لجنة دارة محلية لأن هذا التقرير أولا حط فرغ وجهة نظر على مدارة ثلاث جلسات بعدد كبير جدا من الساعات وفحص المساعد وجهة نظر مستثمر حطناه في التقرير بشهدته هو وجهة نظر مقدم طلب الأحطاء اتحطت في التقرير وجهة نظر الجهات الإدارية كلها اتحطت في تقرير وكان اللجنة في النهاية رؤيتها في عرض خرطة الطريق لأن احنا نحل الموضوع ده أنا أتمنى طبعا الفترة الجاية